إذن لمزيد من التفاصيل ينضم إلينا مسؤول ملف انضمام العراق إلى منظمة التجارة العالمية السيد ثروة أكرم سلمان سيد ثروة ورحب بكوة العراق يؤكد حرصه على الانضمام لمنظمة التجارة العالمية دعنا نتحدث عن الخطوات الفعلية التي اتخذها العراق للانضمام إلى هذه المنظمة بسم الله الرحمن الرحيم بداية تحيي لكم لقناة الإخبارية ولكافة المشاهدين ونشكركم على أتاحة هذه الفرصة لتسليط الضوء على الجهود والعمل ضمن مسيرة انضمام العراق إلى منظمة التجارة العالمية التي تتولاها وزارة التجارة بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية انسجاما مع توجه الاقتصادي الجديد للعراق بعد عام 2003 نحو إعادة اندماج العراق ضمن المنظومة الاقتصادية الدولية وتفعيل دوره في المنظمات والمحافل الدولية توجهت الدولة العراقية والحكومة بطلب الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية وحصل الطلب بقبول وإجماع كافة الدول العضاء على طلب العراق وبالتالي أصبح أضو مراقب يعمل على تهيئة عام 2004 عام 2004 يعمل على تهيئة متطلبات الانضمام والملفات المطلوبة تشكلت اللجنة الوطنية برئاسة السيد وزير التجارة وتعمل اللجنة الوطنية واللجان الفرعية الممبثقة عنها التي تضم في عضوية كافة ممثلين عن الوزارات والجهات المعنية العمل على الملفات الفنية المطلوبة للانضمام وهي عدد من الملفات التي يتطلب من الدولة المراقبة تهيئتها لتقديمها إلى المنظمة والتفاوض عليها لتصبح عضو كامل في العضوية في المنظمة وبالتالي جهود اللجنة الوطنية ووزارة التجارة منذ تأسيس اللجنة الوطنية ولحد هذا اليوم أنجزت الكثير من الملفات أهم هذه الملفات أهم ملفات التي تقدمت إلى المنظمة ملف مذكرة نظام التجارة الخارجية الـ MFTR الذي يعتبر ملف شامل يحتوي على معلومات اقتصادية وتجارية وبيانات لكافة مفاصل الاقتصاد العراقي ملف الصحة والصحة النباتية ملف الحواجز الفنية أمام التجارة ملف الدعم الحكومي للقطاع الزراعي ملف الخطة التشريعية هذه كلها تم تقديمها إلى المنظمة واليوم نعمل على إنجاز أهم ملفين هو ملف العرض الأولي للسلع وملف العرض الأولي للخدمات الذي وصل إلى مراحل نهائية ولأول مرة في ظل جهود وتعاون وتنسيق بين اللجان الفرعية اللجنة الوطنية وصل إلى مراحل نهائية وبصدد تقديمها إلى المنظمة سيد ثروت عرضت جانبا تاريخيا موجزا عن طلب انضمام العراقي لمنظمة التجارة العالمية بين انضمامه بصفة مراقب عام 2004 وصولا إلى انتهاء هذه الصفة في عام 2009 هنا نسأل لماذا الآن يستطيع العراق الانضمام إلى المنظمة؟ ما العوامل التي توفرت إذا كنا نناقش الموضوع طوليا بالبعد الزمني بين ما بعد 2003 وصولا إلى بداية 2024 نعم بس معلومة أستاذ حسين أحمد الحسين عفو أستاذ أحمد لم تزال صفة الأضو المراقب عن العراق منذ أن تقدم العراق بالطلب أضو مراقب يستمر لحين استكماله للملفات الفنية المطلوبة لذكارتها وبالتالي منذ عام 2004 إلى عام 2024 ما زال مراقبا ويعمل على إنجاز متطلبات الانضمام ليتحول من أضو مراقب إلى أضو أصيل كامل العضوية في المنظمة وبالتالي أن هذه الجهود والإنجازات التي عملت الحكومة العراقية في السابق اليوم هناك ضمن توجه البرنامج الحكومي ودولة رئيس الوزراء ومعالي وزير التجارة بتنشيط وتفعيل كافة المسارات المتعلقة بالانضمام إلى المنظمات الدولية وأهمها منظمة التجارة العالمية فشهد بالحقيقة عام 2023 تحديدا وأن المسؤول عن الملفات التي انجزناها وعمل بمثابة سكرتارية اللجنة والمنسق مع المنظمة شهد العام 2023 إنجازات مهمة على صعيد عملية الانضمام وتفعيل حقيقي للمهام والتعاون والتنسيق مع المنظمة باتجاه إكماله لمتطلبات الانضمام طيب أسألك حول التحديات التي تواجهونها أولا ثم أسألك بصفتك أيضا عضو في ملف انضمام العراق ما هي أبرز الدول الداعمة لانضمام العراق كعضو أصيل وليس عضو مراقب ستفل الحقيقة يعني أقولها وبكل ثقة أنا أعمل على ملف الانضمام منذ عام 2005 منذ أن تقدمها وحضرت كافة المفاوضات وكافة الاجتماعات والمؤتمرات واللقاءات في المنظمة كان آخرها اجتماع رسمي لكبار مسؤولين ووزراء في شهر العاشر من العام 2023 خلال هذا الاجتماع والاجتماعات كافة هناك ترحيب ودعم دولي من كافة أعضاء منظمة التجارة العالمية لانضمام العراق ينظرون إلى العراق بثقل اقتصادي كبير لاعب مؤثر على الساحة الاقتصادية والتجارية لاعب مهم في صياقة القرارات الاقتصادية ضمن المنظمة وبالتالي جميع الدول العضاء تنتظر من العراق استكمال متطلباته وملفاته لقاءنا كان مع مدير عام المنظمة السيدة نيجوزي في حينها قالت بالنص أين وصلتم بانتظاركم وإن العراق من الاقتصاديات المهمة التي ما زالت خارج المنظمة بالتالي هذا يطينا دلالات وإشارات مهمة أن العراق يتابع وعملية انضمام محل متابعة واهتمام من كافة الدول العضاء في المنظمة واضح إذن مسؤول ملف انضمام العراق إلى منظمة التجارة العالمية سيد ثروة أكرم سلمان شكرا لهذه الإضاحات شكرا